شهد سمو شيخ حامد بن زايد أنهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة برايتون كوليج أبو ظبي التي تديرها بلوم للتعليم أحد الشركات التابعة لبلوم القابضة وقام سموه بتسليم الطلب الخرجين وعددهم أربعون طالبا شهادات التخرج حيث هنأهم سموه بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من النجاح وتحقيق الإنجازات في حياتهم